لو داخل مجال الديب أبس جديد أو بتتعلم علشان تدخل مجال الديب أبس أو عايز تدخل مجال الديب أبس دايماً وغالباً بتصطدم بكوبرناليس هتعلمه إزاي؟ أذكر له إيه؟ هل هو مطلوب ولا لأ؟ طب أعمل إيه علشان يبقى عندي خبرة فيه وهكذا بتكون النتيجة للأسف أن احنا بنحاول نتجنب قدر الإمكان أنا شخصياً لما تعرفت على كوبرناليس لأول مرة من كذا سنة حاولت قدر الإمكان أن أنا تجنب أي مشاريع أو تسكات لها علاقة بكوبرناليس لأن ببساطة كنت حاسس أنه هو معقد ومش قادر أفهمه يمكن الكلام ده مثلاً كان من حوالي سبع سنين دلوقتي الدنيا بقت يمكن معقدة أكتر وبقى عندنا مصطلحات غريبة بتسمحها زي مثلاً وحاجات تانية كتير بقينا تايهين مش عارفين نبدأ منين وبتبدأ تسأل أسئلة من نواية طب هو إيه الفرق بين داكر وكوبرناليس وهل لازم أتعلم داكر عشان أتعلم كوبرناليس يعني عشان أتعلم التكنولوجي دي لازم الأول أبدأ بداكر ولا أدخل على طول في كوبرناليس طب لازم أتعلم كلاود كومبيوتينج يعني لازم أتعلم AWS أو Azure عشان أدخل في مجال الكوبرناليس في الفيديو ده إحنا هنجاوب على كل الأسئلة دي واخدنا كده نحط أرضية مشتركة كلنا نبقف عليها عشان نعرف أولا إيه هو كوبرناليس ليه كوبرناليس موجود في مجال الديب أبس وبقوة ليه كل الكلام اللي حواليه والضجة اللي حواليه وليه كل التولز اللي دخلت المجال خصيصا علشان تشتغل يا إما على كوبرناليس يا إما تساعدك فإنك تعمل حاجة برضو على كوبرناليس فخذينا نبدأ من الأول خالص هل لازم أتعلم داكر علشان أتعلم كوبرناليس الإجابة المختصرة لا يعني إجابة السؤال ده ممكن نقعد فيها فترة بس الإجابة المختصرة هي لا مش لازم تتعلم داكر ومش لازم تبقى شاطر في داكر كتكنولوجي علشان تقدر تتعلم كوبرناليس بس لازم تفهم يعني إيه لينكس كونتينر يعني إيه كونتينوريزيشن بصفة عامة يعني إيه إن أنت تحط الأبليكيشن بتاعك في حاجة اسمها كونتينر آه دي لازم تبقى عندك ولازم تبقى فهمها في فيديو حسابه لك لو أنت عايز تتعمق في الموضوع ده وتفهم بالضبط إيه الفرق من اللينكس كونتينر ومن داكر وإيه اللي داكر عمله بالضبط وإيه هي الطول اللينك موجود في الفيديو ممكن تدخل عليه من خلال الرابط اللي طلعلك فوق دلوقتي ولكن لو أنت ما عندكش وقت تتفرج على الفيديو خلينا بس نتطفق على إن اللينكس كونتينر ما هو برنامج بيران عندك أو بيشتغل عندك على أو على نظام التشغيل في بيئة منعزلة بيئة منعزلة ليها الناورك اندرفيس بتاعها ليها البروزس اي دي ليها مقدار السي بيو والميموري اللي تقدر تستخدمهم كمان ليها الديسك اللي تقدر تستخدمه كأنها فيورتشور ماشين ولكنها مش فيورتشور ماشين ولكن كأنها فيورتشور ماشين شغالة على نفس الـ operating system بتاعك خلينا نكتفي بالتعريف المختصر جدا دا للكونتينر لأنك محتاجه علشان تفهم كوبيرنريوس بيعمل إيه بالضبط شركة داكر عملت إيه؟ شركة داكر عملت طول تقدر من خلالها أن انت تنشئ وتتعامل مع الكونتينرز من خلال الكوماند لاين أو من خلال الـ GUI أو الـ Graphical User Interface حسب أنهي إصدار من داكر انت منزله ولكن لو انت مش عارف داكر على الإطلاق بس فاهم يعني إيه دا نكتس كنتينر على ألقل فاهم الفكرة تقدر تدخل على كوبيرنريس على طول طيب خلينا ندخل على تاني سؤال مهم عندنا في الفيديو ايه هو كوبيرنريس لما الناس بدأت تتوسع في استخدام الكونتينرز أن انت بدل ما تحط الـ Application بتاعك على الماشين على طول بتحطه جوه كنتينر والكونتينر دا زي ما قلنا بيعمله بيئة منعزلة فتقدر تخط كذا Application كلهم على نفس الـ Operating System وكل Application بيبقى شايف أنه شغال في بيئة منعزلة خاصة به فهو مالوش علاقة بالـ Application التانين واش بيأثر عليهم ولا هم بيأثروا عليه وكل Application ليه الـ Run Time بتاعه وليه الـ Dependencies بتاعته وشغال زي ما يكون شغال على Virtual Machine خاصة به ولكن تاني هي مش Virtual Machine هي مجرب مساحة من الـ Operating System معزولة فلما الموضوط انتشر بدأت الناس تستخدم الـ Containers بكثرة بدأت الشركات تعتمد على الـ Containers بكثرة لكل بساطة للميزات اللي بيقدمها الـ Containers مبدئيا هو أسرع بكتير لما تتقوم Containers أسرع بكتير من ان انت تتقوم Virtual Machine وأسهل كمان بكتير من ان انت تتقوم Virtual Machine كمان تقدر ان انت تخزن او تسايف الـ Containers بمحتوياته في حاجة اسمها الـ Image تقدر من خلالها تدي الـ Containers لأي حد او الـ Image هنا تديها لأي حد ينزلها عنده على الـ System ويعمل نسخة تبقى الأصل من الـ Application اللي شغال عندك بكل الـ Options اللي عليه بكل الـ Dependencies اللي فيه بكل الـ Run Time اللي بيستخدمه كأنه بالضبط شغال عندك طالما هو عنده Docker بكل بساطة بياخد الـ Image يشغالها عنده وبيبتدي يستخدم الـ Application بتاعك هذا طبعا ينفع في الـ Testing ينفع في الـ CICD في DevOps ينفع في حاجات كتير جدا فبدأت الناس تتوسع في استخدام الـ Containers ولكن مع هذا التوسع بقى فيه عندنا ضرورة لوجود شيء او كيان حاجة تنظم استخدام الـ Containers دي على المكنة او على مجموعة المكنة يعني ايه؟ يعني مثلا تفرضنا حضرتك عندك Application شغال على ثلاثة Containers Front End و Back End مثلا وDatabase كله Containers شيئي الـ Function معينة تفرضنا الـ Containers بتاع Front End وقع كراشت حصل له مشكلة مين اللي هيقومه؟ فممكن نقول خلاص خلينا جماعة نعمل كذا Containers لنفس الـ Function يعني الـ Back End مثلا اثنين Containers Front End اثنين Containers وبرضو الـ Database اثنين Containers طيب جميل فرضنا الـ Host نفسه وقع يعني المكنة اللي عليها الـ Containers بيسمبيها الـ Host أو المضيف اللي هو اللي يستضيف يعني الـ Containers حصل له مشكلة حصل له Hardware Failure حصل له Software Failure الـ Operating System حصل له مشكلة فوقع بتحصل فمعنى كده ان كل الـ Containers اللي كانوا شغالين على المشين دي أو على الـ Host هم كمان بقوا unavailable بقوا غير متاحين قال لك طب خلاص تعال نعمل كذا مكنة ونحط عليها Replicas او يعني نسخ من الـ Container بتاعنا احنا قلنا عندنا اثنين Front End اثنين Back End اثنين Database خلينا نوزعهم على كذا مكنة في نفس الوقت اثنين هنا واثنين هنا واثنين هنا حلو انت كده بتحل المشكلة ولكن كل ما بتحلها بتخلق لنفسك مشكلة جديدة دلوقتي انت عندك Containers على مختلفة مين الـ Networking اللي ما بينهم فين الطريقة اللي هيتصلوا بيها بعض او هيتواصلوا مع بعض يعني من خلال الـ Network وايه هي اصلا نوع الـ Network اللي هتبقى ما بينهم وازاي ننظم الـ Traffic اللي جاي من بره من الـ Client او من الـ User يعني اللي عايز يدخل على الـ Application وبين الـ Communication اللي هما بين الـ Back End و Front End مثلا و Data Base داخليا اللي هو Traffic اللي انت مش عايز الـ User يشوفه او انت مش عايزه مثلا يبقى Exposed مش عايزه يبقى على الـ Internet او على الشبكة الخارجية انت عايز شبكة داخلية ما بين الـ Containers دلو بعضهم فكده انت محتاج حاجة اسمها Orchistrator كلمة Orchistrator بالعربي اقرب ترجمة لها هي منصق حد ينظم الدنيا دي حد يبقى وياخد باله من أنهي Containers شغالة على أنهي Machine والهوا في بتاحها عمل ازاي هل هي شغالة ولا واقعة ولا فيها مشكلة والنتورك كمان اللي ما بينهم عمل ازاي وازاي نقدر ان احنا نستقبل ترافيك من بره وهكذا فيه Tools كتير تقدر تعمل ده لعل اهمها وأولها كانت حاجة اسمها Docker Swarm Docker Swarm ده بكل بساطة هو Tool او اداة شركة Docker اللي عملاها ومن خلالها تقدر ان انت تعمل اللي احنا شايفينه ده ان احنا يبقى عندنا Containers على كذا Machine ويبقى فيه نتورك ما بينهم ويبقى فيه حاجة بتنظم الـ Containers دي واقعة ولا اي ما والحاجة بتنظم Life Cycle بقعة الـ Containers دي لو وقعت او متاني وهكذا ما نقدرش نعتبره مثلا production grade orchestrator عنده مشاكل كتير ما بيقدرش يهندل مثلا الـ Work loop مثلا بتاع application كبير جدا مثلا بألاف الـ Containers لا Docker Swarm ممكن ما يقدرش يعمل ده وهيبقى عنده مشاكل حتى لو قدر حيبقى عنده مشاكل أثناء التشغيل فدخلاه مش معتمعت عليه قوي بالذات لما يبقى عندك application ضخم وعليه ترافيك كبير للغاية فلذلك شركة جوجل قدمت كوبير ناريس وفيه container orchestrations تانين موجودين في السوق زي مسلا افاتشي مازوز او هاشي كورب نوماد لكن انا اصلا مظنش ان انت ممكن تكون سمعت عن الـ orchestrator دي احنا لما بنتكلم على orchestrator فاحنا غالبا بدبقى بتتكلم على كوبير ناريس لانه هو واخد market share اعلى بكتير جدا من اي orchestrator تاني موجود في السوق طب ليه لان زي ما قلنا طبعا التكنولوجي دي جوجل اللي عملتها وجوجل نفسها كانت بتستخدمها في انها تران التسكات اللي عندها على طبعا الـ search engine and block بتاع جوجل فهم كانوا يستخدموا ده في production environment وطبعا كنا انا عارفين الـ environment بتاع جوجل عملت ازاي فعلشان كده الـ application ده لما نزل او التكنولوجي دي لما نزلت هي كانت time tested يعني في حد بالفعل استخدمها في production environment بتستقبل الاف بالملايين من الـ requestات على مدار اليوم واثبتت فاعلية فعلشان كده هي دي المشكلة ان كوبير ناريس لما دخل السوق دخل كبير شركة جوجل كانت بتستخدمه وبعدين فجأة قررت انها تخلي open source او مفتوح المصدر وتخلي الناس هي كمان تدخل تعدل فيه كdevelopers وتزود عليه features ويبقى متاح للناس كلها انها تستخدمه فيمكن دي المشكلة ان هو الـ system اساسا كبير وثري جدا فيه features كتير جدا features دي كلها نزلت مرة واحدة نزلت الناس كلها مرة واحدة فيه حاجة اسمها كوبير ناريس هو بيشتغل بالطرية الفرانية ويقدر يعمل حاجات كتير جدا جدا طيب هو كوبير ناريس أوركسترير ولا كلاستر لان انت دايما لو تيجي تتكلم على كوبير ناريس فانت بتسمع كلمة كوبير ناريس كلاستر كوبير ناريس كلاستر وما يعني ايه أوركسترير زي ما قلنا ده هو المنصق يعني هو اللي بيتولى قصة الـ containers على الماشينز يشوف الـ container ده running ولا ولا لا في مشكلة ولا لا الـ host اللي هو عليه او الماكنا اللي هو عليها healthy ولا لا فيها مشاكل نقدر ان احنا نحط على containers اكتر ولا لا نوديهم لماكناة تانية طيب الماكناة دي وقاية هل نقدر ننقل الـ containers اللي كانوا running على الماكناة دي للماكناة التانية ولا لا طيب الشبكة اللي بين الـ containers هي عاملة ازاي وهكذا ده المنصق او الـ orchestrator اما كلمة cluster فهي معناها مجموعة او حزمة من الـ nodes او الـ machines بيوفروا CPU وميموري ودسك وما يسمى بله computational resources او الموارد الحاسب موارد الحاسب يعني سواء ايا كان بقى الـ application محتاجها بيوفروها بشكل مشترك يعني احنا كلنا بدي ادي CPU في نفس الوقت احنا كلنا بدي ادي memory في نفس الوقت احنا كلنا بدي ادي disk في نفس الوقت فالـ application من حقه ان هو يستخدم كل الموارد دي في نفس الوقت على كذا machine بيبقى عندك power او قوة مجمعة في الـ machines دي من خلالها بتـ host الـ application او بتستضيف الـ application طبعا كلمة cluster هي مش متعلقة بـ Kubernetes فقط هي كلمة cluster دي كلمة عامة اي application يشتغل بالطريقة دي فهو اسمه cluster application او application شغال من خلال cluster بتفيدني في ايه cluster طبعا بتفيدني في حاجات كتير منها الـ high availability ان انت النهاردة عندك كزا نود عليها الـ application ولما بنيجي نتكلم على cluster ما نتكلمش على المكناة كماكنة ما نسميهاش machine ده منسميها دلوقتي node يمكن دي حاجة بتلخبط الناس يقولك يعني ايه node؟ النود ما هي الا الـ machine الـ host المكناة لما بتبقى cluster بنسميها node فانت عندك كزا نود لو نود وقت الباقي شغال لو نود فيها لو انت عايز تتوسع تعمل scale out بتخط نود او اتنين او تلاتة زيادة الـ load قل على الـ application وعايز تعمل scale in بتشيل النود اللي موجودة في الـ application او في cluster وده اللي بيستخدمه كل الـ cloud providers النهاردة زينا بلياس وغيرها ان انت تعمل scaling out وscaling in بشكل تلقائي او بشكل automatic كوبير ناريس يقدر يعمل لك ده لان كوبير ناريس زي ما قلنا هو cluster بيقدر ان هو يدي لك المزايا بتاعت cluster وفي نفس الوقت هو orchestrator فده كده الفرق بين cluster والorchestrator وكوبير ناريس هو الاثنين بيشغل الدورين طيب هي الكوبير ناريس cluster بتتكون من ايه؟ مش الorchestrator بتتكلم على cluster نفسه بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجتين اساسيتين اول حاجة اسمها control plane وتاني حاجة اسمها data plane كلمة control معناها تحكم كلمة plane ممكن تفكر فيها على انها مثلا غرفة غرفة التحكم وغرفة البيانات control plane عبارة عن مجموعة من nodes كلها running linux كل الماشينز اللي في control plane لازم تكون شغالة بنظام linux اما في data plane اللي هي الجزء اللي بيهندل الابليكيشن نفسه او اللي بينزل عليه الابليكيشن بيصديف الابليكيشن ممكن ننزل عليه windows وممكن ننزل عليه linux يعني ممكن يبقى عندنا ما كان شغال windows وما كان شغال linux والcontainer ينزل على ويندوز في مجهودات من شركة مايكروسوفت ايوه ان هي تخلي operating system بتاعها containerized يقبل الcontainers ممكن تعمل ويندوز كونتينر هو طبعا ما هوش منتشر قوي زي linux ولكن هو موجود والامكانية متاحة بس خدنا نقول في معظم الوقت لما حد يقول لك كوبنارس كلاستر فهو تسعين في المية بيتكلم على كلاستر كلها linux سيرفرس سواء كانت control plane او data plane تمام فافتراضا المفروض ان control plane ما ينزلش عليه application يعني انت لما بتيكي تنزل application احنا انتفقنا عن cluster عبارة عن مجموعة من النودز بيوفره CPU memory وموارد اخرى للapplication بشكل collective او بشكل مجمع في كوبنارس هو بيفصل ما بين data plane والcontrol plane data plane بس هي اللي بتوفر الموارد دي للapplication اما control plane او ما يسمى برضو لا مش بتوفر الكلام ده للapplication طب ليه عامل نوع من الفصل علشان الكلستر لا تبقاش overloaded لا يبقاش مثلا فيه ضغط على الماستر نوز او control plane من ان الapplication مثلا بيران تسكات مثلا تقيلة فمسلا بتزود الضغط على CPU memory فممكن تلاقي ان cluster مثلا بيت unstable نتيجة ان هي مش قادرة انها تتعامل نتيجة ان فيه ضغط مثلا على control plane فهو بيقول لك لا خلي control plane دي منفصلة لتبقى الbrain او العقل المدبل لكوبر ناريس كما قلنا والديتابلين خليها هي تاخد الapplication زي ما هي عايزة ممكن يستخدم CPU memory زي ما هو عايز طبما متاح ليه ولكن في بعض الاحيان لما تكون بتتكلم في environment او بيئة متناهية الصغر حاجة مثلا لاب بتجرب مثلا كوبر ناريس عندك في البيت او على اللابتوب غالبا بتبقى التول اللي انت بتنزلها بتشغلك الماستر نود او control plane والديتابلين الاثنين على نفس الماشين طبعا ده علشان اللابتوب بتاعك غالبا هيبقى الريسورس اللي في ما تسمحش ان انت تعمل ماشين للcontrol plane لوحدها وماشين تانية للديتابلين لوحدها فبنشغل الاثنين على masternodes وده قلنا فقط في حالة اللاب اما في حالة production او في حالة اي بيئة غير بيئة اللاب لا طبعا لازم تفصل ما بين masternodes والworker nodes ولو انت كمان عايز high availability او عايز فعلا تشتغل production فيستحسن ان انت دايما يبقى عندك رقم فردي من control plane او masternodes يعني ايه يعني يبقى عندك واحد او ثلاثة او خمسة او سبعة رقم فردي ما تخطش رقم زوجي لل masternodes يعني بلاش مثلا تخط ستة nodes او اربعة nodes او اتنين nodes ليه هنعرف كمان سواني طيب ايه هي مكونات control plane يعني غرفة التحكم او ال brain او العقل المدبر زي ما قلنا بتاع كوبا الناريس بيبقى في ايه بالضبط بيبقى في ال component الاتية او المكونات الاتية اول حاجة عندك حاجة اسمها ال api server ال api لو انت مشتغلتش مع api قبل كده ال api ما هي الا web server او نوع من انواع web server بيستقبل connections من خلال http protocol زيه زي اي web server في الدنيا ولكن لما بيرد عليك هو بيرد عليك ب data على طول مش بيرد عليك مثلا ب html او javascript بيرد عليك مثلا ب json response ال json response دي فيها المعلومات اللي انت محتاجها اللي بيستقبلها في الاغلب application تاني مش المفروض ان الهيومن او البني ادم يعني يدخل على ال api ويتعامل معي دايما ال api اللي بيكلمها tools او applications فال api server ده بيستقبل من tool ما هنتكلم عليها دلوقتي بيستقبل منها الاوامر اللي انت محتاجها كيوزر انت محتاج مثلا تنشئ container على ال cluster بتاعتك انت بنيت cluster وعيز تبقى ت deploy ال application بتاعك ال application بتاعك ده على container على linux container فانت عايز تعمله deploy على cluster فبتبعت لل api server request طلب الطلب ده بيبقى من خلال document ال document دي بتبقى مكتوبة بلغة json او بلغة yaml وبتقول له فيها بالظبط ال application ده انت عايزه يبقى عامل ازاي فيه cam container انهي image هيستخدمها هل هي expose force ولا لأ وحاجات تانية كتير بتبعتها ال api server ال api server بياخد منك ال document دي او ال data دي ويرد عليك بحاجة ملتين ياما اوكي انا قبلت ال document دي وحبت تشتغل عليها ياما لأ ال document دي فيها مشكلة انت دلوقتي بتطلب حاجة مش هينفع ان انا ننفذها لأسباب كتير ممكن انت مسلا مش authenticated انه طبعا لازم ال api server دي عملك authentication يعني يتأكد ان انت ليك الحق ان انت تدخل على ال cluster كمان لازم يتأكد ان انت تعمل اللي انت عايز تعمله authorization ده يعني ان انت عندك الصلاحيات اللازمة ان انت تنفس الحاجة اللي انت عايز تعملها يعني مثلا عايز تنشئ container هل انت ليك الحق انك تعمل ده ولا لا عايز تدلد container هل انت ليك الحق انك تعمل ده ولا لا فده ببساطة ال api server هو يعتبر برضو ال core او القلب بتاع control plane من غيره control plane ما بتشتغلش طيب بعد ال api server ما بياخد منك ال request او الطلب اللي انت عملته واذا ما قلنا بيبقى من خلال document مثلا زي يعمل او json بيعمل فيها ايه لازم يعمل لها save لازم يخزنها في مكان ما ليه عشان يبقى عارف ان هو ده state او الحالة بتاعة cluster انا دلوقتي مثلا عملت deploy container على cluster لازم اسيف عندي في مكان ما ان ايوة انا نفست الامر ده النجاح ودلوقتي cluster دي عليها ال container ده او المجموعة دي من container على المشينز دي مسلا بالمواصفات دي فلازم انا احفظ الكلام ده في database وده ال database الوحيدة اللي كوبير ناريس بيستخدمها بتكلم على control plane هنا كوبير ناريس نفسه كbrain او كعقل بيستخدم database واحدة فقط علشان يحفظ فيها البيانات ال database دي اسمها etcd وده نوع من انواع ال database كوبير ناريس بيستخدمه وهي lightweight جدا يعني هي سريعة جدا وخفيفة جدا لذلك هما اختروها الناس اللي صممت كوبير ناريس اختروها انها تكون back end storage بتاع التكنولوجي بس ال etcd هي نفسها عبارة عن cluster يعني cluster جوه ال cluster يعني الوقتي انت خرجت بره خالص data plane والcontrol plane دي احنا نتكلم على database او على قاعدة البيانات etcd عشان تبقى highly available عشان تبقى متاحة على طوله ما تبقاش مشاكل مثلا لو نود وقعت بتبقى هي نفسها من خلال cluster ال cluster دي علشان تشتغل صح لازم يكون عندك عدد فردي من ال nodes هي دي حتة اللي انا كنت بقولك عليها ان انت لما تكون في protection environment لازم يكون عندك عدد فردي من ال master nodes طب ليه كلم ده علشان توصل لحاجة اسمها الكوروم الكوروم ده خلينا نقول كده حاجة زي النصاب اللي هو مثلا انا عندي ثلاثة etcd مين فيهم حيبقى leader لان انت لما يكون عندك database اي database في الدنيا لما تكون جوه cluster ما ينفعش اكتر من node اكتبه في نفس الوقت النهاردة انت ال etcd دي بيجي لها ديتا عايز تعملها safe واحد بس فقط في ال nodes اللي موجودة هو اللي هيقوم بعملية safe دي فبيبقى واحد بيكتب والاثنين البقيين بيبقوا read only التلاتة بيبقوا read only واحد منهم بيبقى عنده السلطة انه هو يكتب لماذا ندخل قوي في التفصيلة دي لانها advanced شوية بس خلينا نقول ان ال best practices بتقول ان انت يبقى عندك رقم فردي لعدد ال master nodes لان ال etcd دي تبقى موجودة على control plane جوه الماستر نود جوه الماكنة اللي عليها control plane او عدد الماكنة اللي عليها control plane بيبقى من ضمن داخل في ال etcd بس طبعا تاني زي ما قلنا لو انت بتتكلم على lab وعندك نود واحدة بس هي اللي انت منزل عليه كوبر ناريس فكل حاجة تبقى على نفس النود دي control plane وال data plane وال etcd وكل حاجة بيبقى على نفس النود تاني component عندنا حاجة اسمها controller manager كلمة controller معناها متحكم حاجة بتتحكم في حاجة ودي الطريقة او الفلسفة او الفلسفة اللي كوبر ناريس بيشتغل بيها في كل حاجة اي حاجة في الدنيا على كوبر ناريس بتبقى عبارة عن controller وحاجة بتديله instructions او توجيهات لهو هيعمل ايه يعني ايه الكلام ده يعني من شوالة مثلا احنا قلنا احنا عايزين نعمل container على cluster علشان كوبر ناريس يحط لك container هو بيروح لحاجة اسمها pod ال pod هي ال unit او الوحدة اللي من خلالها كوبر ناريس يقدر ان هو يشغل لك container طب ليه بيستخدم pod ليه بيستخدم container على طول دي ممكن نشرحها في فيديو قادم بس دلوقتي خليك فاهم ان عشان هو يخط container على اي مكنة من data plane لازم يخطها من خلال pod طيب مين اللي هيتحكم في ال pod دي مين اللي هيقول ال pod دي تروح لانه node وال pod دي هيبقى هتشتغل ازاي وحنقومها ولا هنوقعها ولا هنغيرها ولا هنعمل فيها ايه حاجة اسمها controller بيقى فيه controller لل pod ده هو اللي بيمانج او بيتحكم في حالتها فالcontrollers دي كلها بتبقى موجودة في component او في جزئية من كوبر ناريس اسمها controller manager مدير المتحكمين اوكي يعني مثلا عندك حاجة مثلا زي deployment حاجة زي replica set حاجة زي stateful set حاجة زي service كل دول controller ممكن نبقى نتعرف عليهم في فيديوهات مقبلة كل controller من دول بيبقى عنده object او الشيء اللي هو بيعمله management الشيء اللي هو بيديره المسلا deployment مثلا بيمانج او بيدير حاجة اسمها replica set replica set دي بتودير حاجة اسمها pod المسؤول عن حالة ال object بيشوف هو هيعمل ايه من خلال ال object دي هيعمل ايه على ال node او هيعمل ايه على ال cluster فالcontrollers دول بشكل مجتمع بيتحطوا فيه controller manager طيب هو ازاي ال controller بيعرف ان فيه object مثلا جديدة بقت موجودة ومحتاجة مثلا حاجة معينة احنا قلنا من شوية صغيرين ان لما بيجي اليوزر يعمل request لل api server بيبعث لها http request فيها document مثلا فيها ان انا عايز اعمل pod خلينا بعد دلوقتي نتكلم بال terminology او بالمصطلحات بتاعت Kubernetes ما بنسميهاش container بنسميها pod والpod بيبقى جواها container او اكتر ففرضنا انا عايز اعمل pod على cluster بعمل ايه بكلم ال api server ببعث له document بقول له لو سمحت خد ال document دي ويعمل لي بيها pod على cluster ال api server بيعمل ايه قلنا ان هو اول حاجة بيعمل save لل document دي عنده على ال etcd وبعدين بيعمل حاجة مع publish بينشر event بينشر حدث فيه حاجة حصلت يا جماعة احنا دلوقتي عندنا request او طلب ان فيه pod تبقى موجودة طب مين اللي بيستقبل ال event دي مين اللي بيشوف الحاجة اللي اتنشرت دي ال controllers بيبقوا عاملين حاجة اسمها subscription او اشتراك مع ال api server زي ما يكون بالضبط رافع سماعة التليفون مثلا وعمل اتصال مباشر بال api server فاتح الخط فاتح السماعة اعطيتها على ودنه وعمل يسمع من api server يا ترى ايه اللي حصل يا ترى ايه اللي جرى اه ده في دلوقتي object جديدة اسمها pod المفروض انها هتبقى موجودة عندنا على cluster مين في controllers هو اللي ممكن يمانج حاجة زي كده هيطلع مثلا controller معين يقولك اه انا اللي حقوم بهذه المهمة لان دي اختصاصي انا اللي مسؤول عن ال pods فانا هاخد ال request دي وانا من خلال ال logic اللي انا مبني به من خلال بقى الكود اللي انا مكتوب به هشوف انا هعمل ايه علشان هنفز او احقق الطلب ده اخلي فيه pod او اتنين او ثلاثة او ايه كان موجودين على cluster فده بكل بساطة ازاي controllers بيقدر ان هو يتعاملوا مع ال request اللي جاية من api server من خلال ال user ال user بيبعت request ال api server ال api server بيستقبلها ويتأكد انها مصبوطة وسليمة authenticated authorized وكل حاجة وينشرها لل controllers اللي بيسمعوه يا جماعة في event دلوقتي ان في request في كزا اللي سمحتو اللي ماسك فيكو المبادة يقوم ويشتغل عليه طب بس لا كمان ال api server بينشر ال events اللي بتحصل من جوة cluster يعني ايه يعني فرضنا فيه container حصل له مشكلة فيه pod حصل لها مشكلة ويقات مين ال controller اللي مسؤول عن ده فيه controller مسؤول عن ده هيعرف منين بكل بساطة برضو ال api server هتنشر event هتنشر حدث ان فيها جماعة مشكلة حصلت فيه controller الفلاني او ال pod الفلانية على ال host الفلاني لو سمحت اللي ماسك الموضوع ده يقوم يشوف هيعمل فيه ايه يبقى ييجي ال controller اللي ماسك القصة دي يروح ويشوف هيعمل ايه هي restart بقى ال pod او container وهينقلهم على اخوذ تاني او على نوت تانية ولا هيعمل ايه بالزبط فدي الفلسفة اللي كوبرناريس ككل شغال بها اي حاجة هتلقيها على كوبرناريس بتشتغل بنفس الطريقة ال component اللي بعد كده فيه control plane اسمه scheduler كلمة scheduler ملهاش ترجمة حرفية بالعربية لان كلمة scheduler ممكن تيجي بمعنى ان انت بتاعمل معاد بتاعمل معاد بتاعمل معاد بتاعمل حاجة ان انت بتحدد معاد حاجة معادة تحصل فيه بس في كوبرناريس كلمة scheduling معناها ان انت تحط ال pod على ال node تشوف انهي node ينفع انها تستقبل ال pod بتاعتك تحطها علي او تشغلها علي طب ال schedule اللي بيعرف ده منين ليه algorithm كتير شغال بيها منها مثلا ان ال node دي تبقى healthy تبقى فيها موارد كافية انها تستقبل ال pod دي او مثلا ان ال pod الفرانية مثلا هي متبرمجة ان هي محتاجة انها تبقى موجودة على ال node الفرانية حاجة مثلا اسمها affinity دي حاجة ممكن نتكلم عليها قدام فال scheduleer كل دوره في الحياة ان هو بيشوف انهي node ينفع تستقبل انهي pods ويبتلي ان هو يقول ال nodes دي اوكي انت هتاخدي ال pod دي وانت هتاخدي ال pod دي وفيه component زيادة لو ال cluster دي شغال على ال cloud زي مثلا AWS او اجر او جوجل بيها في حاجة اسمها cloud controller manager ال cloud controller manager ده كل وظيفته في الحياة انه هو يتعامل مع ال cloud بقى يعني النهاردة cluster ده على cloud فطبعا هو لازم يستفاد من الامكانيات وال features اللي ال cloud بيقدمها زي مثلا انه يقدر مثلا يعمل load balancer زي مثلا انه يقدر مثلا يتعامل مع ال storage اللي على ال cloud وهكذا فال control manager ده هو بيبقى مبرمج انه يتعامل مع ال cloud provider اللي cluster دي موجود عليه انما طبعا لو ال cluster دي شغال على لاب توب عندك او على data center يعني على bare metal مش على cloud ال cloud controller manager ده ما بيبقاش موجود او على الاقل مش محتاجينه طيب كده نبقى خلصنا control plane نخش على data plane ال data plane ابسط بكتير من control plane لانه زي ما قلنا هي مجرب بتشغل ال application بتاعك فهي عليها ثلاثة component بس الكيوبلت وال runtime والكيوب بروكسي الكيوبلت بكل بساطة هو component او جزئية بتبقى شغالة على كل host في الكوبرناريس كلاستر ومن خلالها الكونتينرز بيتعامل لهم run على النوت ده احنا نكتنى الوقتي على low level يعني على مستوى قليل شوية او طا شوية في العمليات انه ده بقى ال worker الحقيقي هو ده بقى ال component اللي حيروح يقوم بالفعل الكونتينر على النوت ويبقى اصر running على النوت يبقى service running على كل نوت حيسمها الكيوبلت والكيوبلت ده كمان بيبقى واصل على ال API server فتح ما بينه اتصال مباشر ما بينه وما بين ال API server بيستقبل اوامر من ال API server وكمان ببعت لها تحديثات او updates عن ايه اللي بيحصل في النوت ايه الكنتينرز اللي فيها مشاكل ايه حالة النوت بصفة عامة لها ready not ready فيها مشكلة وهكذا تاني component هو run time وده component اقل شوية من الكيوبلت هي الكيوبلت بتكلم run time run time ده هو اللي بيكلم الكنتينر بصفة مباشرة وده انت في الاغلب ببتتعملش معي عرض اطلاق كيوزر ولا بتشوفه حتى فيه clusters او معظم ال clusters النهاردة تستخدم حاجة اسمها container D اللي هو run time اللي من خلاله انت بتقوم linux container او بتعمل بقى pull the image مثلا من registry او بتتعامل مع الكنتينر ده على very low level detail يعني على مستوى منخفض جدا من التفاصيل اليوزر ما بيشوفش الكلام ده خالص انت بص مجرد بتنزل run time بتختار انهي run time انت محتاجه ازي ما قلنا container D اكثرهم انتشارا ولكن في مثلا clusters زي open shift على وردها هتح نتكلم عليها كمان ثواني بتستخدم CRIO ممكن برضو لو عندك cloud provider ممكن اديلك الامكانية ان انت تختار انهي run time انت عايز تشتغل به ولكن في معظم الاحوال انت كيوزر ما بتبقاش محتاج قوي ان انت تدخل في الجزئية دي الا لو عندك بقى application لمواصفات معينة محتاج له run time بشكل معين ودي طبعا بتبقى حاجات متخصصة شوية في معظم الوقت انت بتختار ال default one time اللي كوباناريس بينزل به وزي ما قلنا بيبقى container D اخر component هو الكوبروكسي وده ما روش دعوة خالص بالcontainers كrun time يعني او كزي run time الكوبروكسي ده يبقى مسؤول عن ال connections مسؤول عن الاتصالات مسؤول عن ال connections اللي رايحة من النود دخل على container او طلع من container وخرج من النود وراحها لنود تانية او حتى داخل نفس النود container هتكلم container تاني على نفس النود او pod يعني هتكلم pod تاني على نفس النود كل الكندا بيحصل من خلال الكوبروكسي يعني مثلا لو عندك traffic خارجي مثلا عايز يدخل على النود مثلا عندك connection مثلا جاي من برا حد عايز يكلم ال container ده حد عايز يبقى requested application ال running على container اللي جوه ال pod اللي جوه النود اللي بيهندل ال connection ده هو الكوبروكسي طيب اخيرا بقى خدينا نجاوب على شوية اسئلة احنا سألناها في بداية الفيديو يعني ايه k8s بكل بساطة هو اختصارا لكوباناريس طيب ليه 8 لتمانية يعني لان هو السائية بتاعة كوباناريس فيها 8 اضرع فهم بيقولوا k8s يعني اختصارا لكوباناريس اللي هي الرمز او السيمبل بتاع التول طيب يعني ايه k3s ليه خلينا التمانية ثلاثة k3s ده عبارة عن product مانجد كوباناريس يعني كوباناريس جاهز بينزلك على اللابتوب بتاعك او على الماشين بتاعتك اي ان كان الماشين دي ايه هو lightweight يعني هو اخف ده مراحل من كوباناريس اللي هو regular او الطبيعي وده بيستخدمون في الغالب ده ما بتكون عايز في ناس الكلوستر مسلا على edge device يعني مسلا على على مسلا راسبري باي او على مسلا جهاز مش على لابتوب مسلا او سيرفر لا هو على جهاز فطبعا ان كانياته محدودة شوية من حيث cpu او الميموري او حتى الديسك فبتستخدم k3s بيبقى فيه شوية components من كوباناريس او فيه شوية features في كوباناريس هتبقاش موجودة مش حاسين ان مسلا ممكن يبقى الedge device ده محتاجها فبيستخدمه k3s وده مقدم من شركة rancher labs اللي هو بعد كده اشتراته شركة سوزا طبعا ايه كنعين اس اللي زودنا واحد كنعين اس ده مالوش اي علاقة بالكوباناريس ككلاستر ولكن هو طول تقدر من خلالها ان انت تتعامل مع كلاستر بشكل graphical شوية او زي ما بقولوا كده terminal user interface اللي هو ممكن من خلال الترم تعمل حاجة زي ما احنا شايفينها دي تقدر من خلالها مسلا تشوف components اللي شغالة عندك على cluster pods او objects التانية اللي موجودة على cluster وكمان ممكن تبعت اوامر من خلال k9s نوع من التسهيل على اليوزر في ان هو يتعامل مع cluster طيب يعني ايه بقى kubectl وهلم وكاستومايز والحاجات كتير بنسمحها kubectl بكل بساطة هو standard tool او التول الافتواضية اللي انت بتستخدمها لما تكون عايز تتعامل مع كوباناريس احنا قلنا من ثواني قليلة ان احنا علشان نكلم الapi server فاحنا لازم نب but http request دي مش سهلة احنا قلنا الapi server مش الطبيعي ان الهومانز يتكلموا معي او ان البنائبين يتكلموا معي لانه هو بيبقى معقد جدا ال request اللي انت تبعتها لapi server بتبقى طويلة جدا ويبقى محتاجة بيقى فيها authorization token الحاجات دي كلها اللي بيسهلها لك التول اللي اسمها kubectl بياخد منك command تقول مثلا kubectl مثلا get كزا هو بيترجم ال command ده له http call بيبعتها لapi server وكمان بياخد الرد من الapi server اللي هو بيبقى Jison وبيحولوا التكست تقدر ان انت تشوفوا على الудь份 بشكل افضل هي بيسموها الباكيج بانجزي بتاعي دي Leslie يعني انت لو عندك ابليكشن فيه دي كتير بنسمعه بلاش كلمة دي 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 الوقت احنا بدينا فاهمين دي الوقت فالدوكيمنت اللي انت تبعتها الي عمل او الجايسون اللي انت تبعتها ليه للعشان تقول له انت عايز تعمل اي دي بسموها فلو انت عندك كبير اوي في منافس كتير اوي عشرات المنافس مسلا مواقت جدا مسلا وفي حاجات كتير محتاجة تنزل مع بعضها فتسهيلا على ان الواحد يقدر ان هو ينقل ال اقليكشن ده كاستطب من ماشين للتانية او من التانية بنحطه في حاجة اسمها وهي طول اللي اسمها دي هي اللي بتمانج او بتدير موضوع هذا بتخطوك كله في باكيج بسميها زيها زي اي باكيج بتنزلها مثلا على او عاد هات بتقول مثلا او يوم كذا الباكيج اللي بنزل دي هو هلم بيعمل نفس الحاجة بيعمل نفس الباكيج ولكن بطريقة كو يفهمها باكيج كو يفهمها ده بكل بساطة طيب يعني ايه هو برضو طريقة من الطرق اللي انت تقدر تتعمل بها مع كوبا ناريس او طول من التولس اللي بتخليك تتعمل مع كوبا ناريس بس هو بيعتمد على ان انت لو عندك كبير قوي وفيها مودز كتير قوي مسلا داف و تاست و لاب و برود و ستيجن و هكذا فهو بيقولك بدلا ما تاخد المنافس ده وتنسخه وتعمله كذا كابي وكل كابي تعدل فيها لان مثلا اللاب محتاج مثلا فيتشرز غير اللي في الداف غير اللي في البرود غير اللي في الستيجن فمن خلال انت بيبقى عندك منافس واحد و بيتغيرش و بتعمله حاجة اسمها من خلال ان انت مثلا كل وتحطي له فولدر او وتقول له اي حاجة الفولدر ده لو سمحت اعدل فيها تعدلات الفلانية فبكده انت بتحافظ على المنافس بتاعك وبتقدر بكل بساطة ان انت تهيئه لكل بكماند واحد بس بترنه من خلال طيب لو انا عايز انزل كوبا ناريس عندي على الماشين لو انا عايز اتعلم كوبا ناريس ومحتاج ان انا عندي كوبا ناريس كلاستر روننج على اللابتوب بتاعي اعمل ايه عندك اختيارات كتير اشهرهم يمكن حاجة اسمها ميني كيوب وحاجة اسمها كايند او كوبرناريس ان داكر انا شخصيا بحبز ان احنا نستخدم كايند لان ميني كيوب بيعتمد على ان انت لازم يبقى عندك موجودة زي مثلا في اموير او او غيرهم الحاجات اللي يعني ميني كيوب بيستخدمها بس المشكلة ان ده بيبقى تقيل قوي على الماشين بساطة لو انت مثلا عندك لابتوب مش قوي بتاخد مساحة محتارة مقاوي من السي بيو الميموري عشان ميني كيوب يشتغل ده غير ان هي نفسها كطول انا بحس انها وطيئة شوية كايند هو اختصار كوبرناريس ان داكر وده عبارة عن كوبرناريس كلاستر كاملة ولكن جوه كنتينر جوه داكر كنتينر يعني انت لو انك داكر نازل على الماشين وعايز تعمل كوبرناريس بكل بساطة ممكن تنزل كايند ومن خلال كايند وكوماند واحد بس ممكن تنشئ كوبرناريس كلستر ترويان عندك على المشين من خلال داكر كنتينر فطبعا اصرع بكتير من منيكيوب طبعا اخف بكتير من منيكيوب لانه مش محتاج وتحتاج ل Ng�ي ماشين على الإطلاق وه vale كل الى اللى ان تحتاجها من كولرناريس سدر بتجرب عليه معظم استناريوهات على كوبرناريس يكشل ان انا اقول الك ان الديبابربر اللى بيشتغلوا على كوبرناريس اصلا الناس اللى بتعمل كوبيرناريس او بتعدل على كوبيرناريس بيستخدموا كايند علشان يعملوا تست للتعدلات بتاعتهم على الفلاستر قبل ما يعملوا اصدار جديد من كوبيرناريس واخيرا بنسمع عن حاجات ما اوبنشفت يعني ايه اوبنشفت وايه الفرق ما بينه وبين كوبيرناريس بكل بساطة اوبنشفت هو برودكت او منتج من شركة رايد هات هو باست او مبني على كوبيرناريس بس شركة رايد هات خدت البلاتفورم نفسه وحطت عليه اضافات كتير جدا تقدر من خلاله ان انت تشغل كوبيرناريس ده في انتر برايز لابل يعني في مستوى الشركات الضخمة العملاقة جدا اللي هي محتاجة بقى حاجة تبقى تهندل شغل عنيف جدا وميشن كريتيكل فريد هات بتديلك الابشن ده وطبعا بتديلك كالعادة المينتنينس بتاعته او الصيانة بتاعته ان رايد هات بتعمل لك مينتنينس او صيانة لو حصل فيها مشكلة بترفع السماعة الولاد هات وتقول لها في مشكلة بتفتح تيكت او بتبعت ايميل وهي بتحل لك المشكلة وده كان كوبيرناريس وايه هو وازاي نقدر نستخدمه انا اسمي احمد الفخراني شكرا على خصة المتابعة واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله سلام عليكم